السلام عليكم اصدقائي متابعين قناة ميزو جيميك و اهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا تتابعونا ومقطع جديد مقطع مختلف عن المقاطع التانية اللي كنا بنزلها على القناة واللي هو مقطع الشرح للعبة للصورية لعبة كوس اوف تسوشي ما لعبة شبه تسوشي ما طبعا بالمقطع احنا نتطرق للقوائم ورح نشرح لكم هيك شرح بسيط عن اللعبة وشوية مقاطع كمان الى للي بيبلش جديد ممكن يستفيد منها مثلا كيف بده يشوف اللعب كيف ممكن يستفاد من المهمات اللي موجودة باللعبة فبتمنى لكم مشاهدة ممتعة و اذا كنت جديد بالقناة لا تنسى تشترك بالقناة لها يوصلك كل جديد منها و طبعا اذا فعلت زر الجرس رح يوصلك كل جديد منها و بتمنى لك مشاهدة ممتعة وبسم الله نبلش بالقوائم القوائم متل ما انتو بتشوفوا في عنا طبعا اللعبة متوفرة باللغة العربية و فينو الواحد يسوي لها الترجمة كمان للغة العربية بس الصوت انا شخصيا بفضل الصوت الياباني يعني فانتو بتقرروا اي صوت بتختاروا في هون الانجليزي على ما اعتقد واللغة الالمانية ممكن و واللغة الاساسية اللي حكينا عنها فالخريطة اولا الخريطة هيك بتكون فيها المهام الاساسية اللي هي هون هلا رح نوريكم ايها بالاساسي كمان بالقوائم و فيها مثلا هي الضراح اللي رح احكي عنا رح احط لها مقطع صغير كمان و اشارات الاستفهام كمان مواقع غير مكتشفة يعني الواحد فينو يستكشف اكتر واكتر بما انو اللعبة من العاب العالم المفتوح هون مثلا المهمات الجانبية هاي الواحد بيلاقيها كمان فينو يكمل و يزود من مهاراتهم مثلا مثل ما بتشوفوا زيادة بسيطة بالاسطورة فيها تعويزات فيها فينو الواحد يكتشف اسهم تاني هاي كمان الاسهم السامة اللي الواحد فينو يستعمل فيها لسم و مثل ما قلنا المهمات الاساسية هون فالخريطة بشكل عام هيك رح تكون والواحد فينو يتنقل تنقل سريع كمان من دون اي شيء مثل لعبة هورايزن او الالعاب التاني انو الواحد لازم كان يشتري اشياء للمدخرات للانتقال السريع فبنبلش بالقائمة الاولى واللي هي المفكرة المفكرة مثل ما قلت لكم هلا هي الطور القصة الموجود فيها القصص النشطة في عندي هلا المهمة الجاي هي حساب الدماء في عندك قصص تسوشيما هاي المهام الجانبية وفي عندك القصص الاسطورية القصص الاسطورية هي بتقويل واحد كتير بس هنه مهمات صعبة يعني الافضل انو الواحد يطور حالو شوي بعدين يجي على هدول المهمات طبعا نصيحتي اللي بيبلش باللعبة من جديد انو يطور حالو شوي بالقصة اول شي بعدين يروح على قصص تسوشيما كمان شوي منهم ويجي على الاسطورية ويكمل القصة مشان الواحد هيك ياخد لمحة كاملة عن اللعبة ويقدر يعني يحارب بطريقة منيحة كتير يعني طريقة قوية فينا نقول فهي هي الطور القصص هاي المفكرة والعتاد العتاد بنيجي لهون هي الساكاي السيف تبعنا السيف والسيف القصير اللي معه هدول فينا نطورهم كمان بمناطق لازم نجمع موارد طبعا الترقيات اللي متاحة مثلا اذا شفنا هدول مثلا بدهم مؤن بدهم حديد بدهم فلاز بدهم دهب وطبعا الواحد هدول بيجمعهم وقت يهاجم مناطق المغول وجلود الحيوانات بيشوفها بالبرية مثلا الواحد في نيق الخنازير طبعا والدببة غير هيك لانه الغزلان محرم قتلون عندهم باللعبة يعني بشكل عام فالتعويزات كمان هاي بتنفتح بالتبع السعالب رح انزل عليها كمان مقطع صغير من بنفس المقطع هذا والتعويزات بالضرائح متل ما رح وريكن كمان مقطع الازياء طبعا السيوف نسيت شغلة فيها فينو الواحد يغير لون السيوف يعني بيلاقي سيوف تانية بس مجرد انو اللون بيتغيرها لانا مختار الاحمر الاول شي بيكون معنا هاد الابيض وفي كتار لسا يعني بتجي مع القصة رح نشوف هون شوي شوي لقدام فالزي كمان بنجيله في مسلا عندك عصبة الرأس عصبة الرأس طبعا ما ما بتزيد قوة يعني انا ما بعرف عن تجربتي ما زادت قوة اللاعب ابدا بشي بس الواحد بياخذ هدول مسلا بيطور القصة بياخدن فاشياء حلوين الواحد فينو يجربن يعني بالتياب شغلات حلوية يعني الاقنعة مسلا هذا القناع طبع ابوه لجين اللي هو بطل القصة بالطبع والتياب كمان نفس الشي الواحد بياخد التياب وكل هدول يعني بالبطور القصة يعني اذا تمشي بالقصة رح تاخد هدول كلياتهم بنجي هلأ على الاسلحة والزخيرة طبعا السهم ما رح يكون موجود معنا القوس والاسهم رح تنفتح مع طور القصة كمان فهي كمان شغلة حلوية وهي السهم السهم متل ما قالت لكم كمان بطور القصة بتجي الاجراس الاجراس مهمة والمفرقعات النارية هدول قنبلة بارود اسود متل القنابل يعني بنستعملهم لقتلهم بس هدول للفت الانتباه يعني مسلا انت بدك تبعدهم لمحل او تخليهم يروحوا لمحل تاني مشان ما ينتبهوا عليك وقت انت تتسلل جوات للمناطق طبعهم هي والاجراس الهوائية والواحد فينو يلمون كمان عن طريق وقت يقتلهم بيلاقي الواحد دهنيك يعني الاجراس الهوائية كمان والمفرقعات النارية الشيء المهم عنا هو الكوناي كوناي شغلة مهمة كتير بالطبع لانه بتفيد الواحد بالقتالات العادية يعني مسلا بيجيك اه في مرات عنده نقادة وزا انت تستعمل الكوناي طبعا بنستعملهم بالاروان بالاروان اه فبيخليهم يترنحوا بياخد شوي من دمهم كمان والواحد فينو يقتلهم بسرعة فشي مهم كتير الواحد انو فينو يطوروا كمان ليشيل اكتر يعني اول شي ممكن اتنين بعدين بسيروا ثلاثة بعدين بسيروا اربعة هاي كمان شرحنا عنا الملحقات انا ما جربتن هلا هاي اه وقت الواحد يعزف عناي بيتغير الجو طبعا والسرج ما بعرف السرج يعني ما شفت له فايلة كمان واحد فينو بس انو كجمالية يعني فين يحط على اللعب تبعو في عنا هلا الاساليب الاساليب والتي هي الشيء المهم باللعبة كمان اه يعني مهمتها كمهمة الكوناي يعني بتقوي الشخصية متل ما بتعرفوا السكيلات هلا كساموراي بتشوفوا انو اه ازا ازا الواحد اخذ نقاط سكيلز فينو يطور هالاشياء مسلا انا اطور هالشغلة مثل الصد المثالي هلا في عندي طبعا المراوغة انا مطورة لهون تدحرج وهي ازا اثناء الركض تكبس الدائرة مثلا بيرمي وهكزا يعني الواحد بيكتشفونه فانت بتختار الاشكال المهمة انا باعتبر انو هاي مهمة كتير لا عفون وينها هاي لدحرجة الواحد يفتح اول شيء لدحرجة مهمة كتير وهي اللي تحت هاي الرياح التوجهية فتحوا الرياح التوجهية مشان الواحد يعرف انو اه مشان اه يوجه توجهك الرياح للالينابيع الحارة هي مشان زيادة زيادة الدم كمان رح انزل عليها مقطع صغير وهي الرياح العزيمية كمان هي مفيدة لانو بترجع الدم هي كمان ازا تفعل الرياح فهي بتوجهك لحالة على مناطق الخيزران لمنشان تكسروا انو رح انزل عليها كمان مقطع وهي تبع التعويزات كمان فينو الواحد فعلة وفي تبع المظهر مشان نلاقي السيوف نغير اه منظر السيوف وهيك وهي تبع السعالب كمان رح انزل عليها مقطع المهارات اه هدول كمان الخرافي هدول لسا ما اجوني طبعا رح اه نكتشفه بطور القصة كمان يعني هي كمان من اشياء اللي بتطور القصة طبع بنرجع مرة ثانية بنروح الوضعيات الوضعيات كل ما نقتل القادة كل ما تقتل قائد مسلا بتنفتح وضعية جديدة بس هنين اربع وضعيات اللي هي وضعية الحجر هاي بنستعملها ضد اللي بيحملوا السيوف وفي عندك وضعية الماء بنستعملها اللي اللي معون دروع وهي للي معون الرماح هي وضعية عفوا هاي كانت وضعية الماء وهي وضعية الرياح في عندنا وضعية القمر هاي وضعية القمر للعداء لهدول الكبار الضخمين في منهم بيجي بتجي معهم اسلحة متل القازف ما بعرف شو هيك شي. فبيستفاد كتير الواحد منهم كمان. فهي الواحد في نو يطورهم طبعا بشكل اكتر كمان عن طريق الاسكلات نفس الشي. وهي بتاخدها بس تقتل القادة اللي اللي بتشوفهم بالطريق اللي بتشوفهم بمناطق المغول. يعني الواحد يحاول يهجم عليهم مشان يفتحها الوطعيات لانه مناحة كتير وبيفيده كتير يعني. في عنا وطعية الشبح. هاي الشبح هاي اللي بتزيد الكوناي. رمي الكوناي انا بفاتحهم كلهم. هاي لقنابل بارود الاسود. كمان الواحد فينه آآ يطورهم. وهي هي قنابل الدخان مشان تشتيت العدو. وهي القنبلة الملتصخة كمان ازا آآ تضربهم متل آآ متل ناروتو متل ايني مي ناروتو بتلزق فيه وبتنفجر. وهي هي الاجراز الهوائية بعدين ازا تطورة بتصير في عندك مفرقعات كمان. هون هي كمان شغلة مهمة يعني ازا بتحبوا آآ طوروها بالبداية. هاي حاسة السمع مشان نستكشف الاعداء. انا طورتها للمرحلة التالتة طبعا لسا هاي الغريزة تلقاتل السمع فعلتها هيك بيضوي الجسم تابعهم. هاي ما فعلتها بس هي منيحة كتير مسلا لاستراق السمع والواحد فينه يتحرك بشكل اسرع يعني. وفي عندنا هاي تبع الاغتيال كمان تبع الاغتيال كمان اشياء مهمة لانه مسلا متل هاي ازا تفعلها فيك تقتل العدوين يعني من من دون ما يحسوا التي هي آآ طريقة الاغتيال يعني بتعرفوه هي وضعية الشبح. آآ هادول عاديين هادول الواحد فينو يطور هاي تبعا نزال كمان انا بشوفها مهمة آآ رح نزل عليها كمان مقطع مشان تشوفوا شو هو التطوير ازا انا طورتها كمان. هاي ازا تفعلها اول شي بصير في عندك نزال بتقتل تقتل عدو واحد فهون بصير تقتل اعداء اكتر يعني مسلا عدو عدوين وهون بصير عددن اربعة يعني هون بصيروا ثلاثة هون بصيروا اربعة فيك تقتل ثلاثة اعداء بوضعية يعني ولدتي هي بضربة واحدة يعني رح تفيد كتير كتير بال بالقتالات الميدانية. هاي كمان خلصنا بنرجع هلا في عنا المجموعات آآ هادول الاشياء اللي نحنا آآ خلصناهم يعني ما بين المناورات والاشياء التانية. وعناصر تحكم هادول طبعا الضبط طبعا. فهيك انا بكون تقريبا آآ شرحت لكم شو هي القوائم وشرحت لكم يعني هيك شرح بسيط عن الاشياء الصغيرة اللي واحد فينو مسلا يبلش باللعبة جديد ممكن تفيدو بشكل او بشكل اخر. ورح ابلش هلا بعدها رح انزلكم المقاطعة الصغيرة اللي آآ شرحت فيها آآ اكتر مسلا عن السعالب او آآ كيف نقتل بالنزال او هيك. وان شاء الله يعني تستمتوا بال بالمقطع وآآ بشوفكم ان شاء الله بالمقاطع الجاي اللي طبعا رح نبلش فيها آآ بتختيم اللعبة ان شاء الله عن قريب. ورجعنا اصدقائي للاضرحة. الاضرحة هي اللي حكيت عنها. فهي رح تكون آآ طبعا بعد عناء طويل واحد بيتسلق جبل مسلا يعني الواحد بدو يعرف كيف بدو يجي. طبعا بعد ما يعمل الخطاف كمان لان الخطاف شيء اساسي بالمهمة. هون رح نكرم الضريح ورح ناخد آآ شغلين من نون كمان. رح تشوفوها هلا رح وركنها. يعني من الاشياء المهمة من اجل تطوير الشخصية يعني انا بشوفها كمان شغل منيحة يعني هاتون. وهلا فورا رح نستغل آآ الحجر اللي نحط بآآ نستعمله مع السيف. تعويزت يعني هاي مشان تعويزات. واخدنا خشب كمان. هلا بنشوف. بنشوف فورا آآ بشكل مباشر. بنجي على العتاد. عم بتشوفو هاي في عنا. لا عفوا يمكن آآ. هاي فينا نغيرها او هاي. لا. فالمهم مجهز تعويزة دفاع. هاي هي تعويزت آآ تعويزتنا لانه هي حلت بمحل شي تاني. فرح نحطها هلا بما انه هي آآ جديدة. هيك فالواحد بيحطها هون. وبتصير قوة الحق الترنح بعدو ان يمنع مقاطعات هجمات لشبك. يعني هاي وقت الواحد يضرب عدوه بسيف الترنح. يعني بيصير اكتر عندو. تماما. هاي هي اللعبة. بشكل عام الجرافيكس فيها جميلة جدا. المناظر. مناظر رائعة يعني. الواحد بيسوي مقارنات مع العاب تاني كيعني بتنحسب من العاب القوية بصراح حسب ما انا شفت. وحسب طريقة اللعب اللي لحد هلا انا عم بلعبها. فانا مبسوط باللعبة كتير. طبعا لسه ما كملت اللعبة بس عم بتشوفو. جمالية المناظر. شي رهيب جدا يعني. واقعي. واقعي لابعد درجة. والقتالات كمان مريحة ومميزة. رح نكمل نحنا بطبع. المكان اللي نحنا نريده. ومتل ما بتلاحظوا اثيقائي. هلا حاليا عم نتوجه. لنشوف الرياح العزيمة اللي بتوجهنا. لهاي العزيمة اللي بتزيد من القوية وقت يروح الدم. فينو الواحد يستعملون. هاي شغلة كتير مني حبل. لا بأساسية يعني فيكن تقولو. فالواحد دايما بيمسح الاسكرين اللي على المسكة. والهواء بيرشده يعني. هاي نقطة مهمة انو الواحد لازم يعرفها. رح نحاول بقدر لمكان نحط بهذا الفيديو الاشياء المهمة الضرورية. هاي اخذنا خيزراني كمان. التسلق طبع الجبل شفته كمان يعني طريقة نظام حلوة. هاي واحدة من من تبعية المياه الساخنة. هاي طبعا اللي يجينا لهون. الينابع الساخنة عفوا هاي رياح الصحة وقت بتوجهنا لهون يعني. لو انت مفعل رياح الصحة فراح تجيبك لكل المناطق اللي فيها. لا انا مساوية. ما رح نعملها مرة ثانية بس منيح انو طلعت قدامنا شفتوها كمان. شغلة حلوة كتير يعني. بتزيد الصحة مشان آآ نقاط العداية يعني ببداية اللعبة ما بنصح انو الواحد يهجم على على امكانة المغول القوية يعني. الافضل الواحد يطور الحاله شوي يطور الدم طبعه لبين ما ياخد السهم. لانو اول ما ننزل على اللعبة بيكون معنا بس السيف. فشوي شوي الواحد بيطور من حاله. هلا رياح هم توجهنا للمكان ثاني. في طيور لونة ذهبي كمان اذا شفتوها باللعبة فاتفعوها يعني. هالطيور بتاخد الواحد يالا لامكينة بتكون متواجدة فيها اشياء مهمات اسطورية مثلا. طبعا المهمات الاسطورية بنرجع لها كمان فيديو تاني ان شاء الله. ويا مسلا بتوديك لهالمناطق اللي عم نحكي عنه عن الينابيع. وراح توديك على محل القصب اللي بنضرب في هون القصب مشان نسوي العزيمة. ومثل ما بتشوفو هون اصدقائي في طائر لونه اصفر هيك دهبي. اذا اتبعتو بيوصلك للمنطقة او للمهمة الجانبية او لأي الشي موجود بالقرب. فهي تبع الخيزران. ضربة الخيزران هاللي بتزيد. بتزيد القوية بتشوفو انو الضربات متتالية لشي شغلية. نحنا راح نجربها لانا ما بتصبت معي يعني من اول مرة. فتلاتة اول شي بنكسرون. سهلي هاي. بعدين مربع الوان اكس الوان دائرة. مسهلا. هلا هاي شوي صعبة. مربع الوان اكس الوان دائرة الوان مربع. شفتو؟ يعني الواحد بيتمرن عليها كزا مرة. فمتل ما بتشوفو كلمة طبعا اخدتو بتصير اصعب يعني. يعني كل ضربة اه ضربة من هادول ضربات الخيزران فبتعطيك شوي. لبين ما تكمل واحدة كاملة. الدوائر اللي حواليها لبين ما تنفتح اه دائرة جديدة. مشان قوات العزيمة. وين ما شفنا السعالب بنتبعن. بس الواحد يتبع السعالب بياخدو لمكان. بيتفاعل مع المكان. وبيجيب محل اضافي لتقوية السيف يعني. هاي نقطة كتير منيحة لازم واحد يركز فيها يعني. ليس لازم يعني. بس انو بيقوية السلاح. فالواحد بيتفاعل هيك بتضبط مع. مع الرمز تبعهم. وبتنفتح الاضرحة يعني. بينفتح معك شوية شوية. والواحد بيفتح محل شغلة جديدة يعني. لطلاصيم جديدة والتي هي باضافة للسيوف. أوفت فاللواحد، قالي رجل كتيرا. تباوية السميران! هاي واحد. هاي أثنين. هم بتنظروا. وهي الثالث. هان انا فيني أقط الاربعة. بدأت ضربي واحد يحالي لانه اطورت المواجهة. سوف نرى الواحد يطوره هذا هو وضع خاص وضع النزال في الأول من يقتل واحد او اثنين لا أعرف بأن الواحد يطوره يصبح يقتل أكثر مثل هلأ وضعيه الشبح المفتوحي هلأ عندي هناك عدو ثاني قريب أينه؟ اهلا واحد تحت هلأ 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 خطف حسن ترجمة نانسي قنقر